واتس او بيتيو مرحبا معكم فيديو جديد على القناة ديش دي كتوبة من المفيد النهاردة من ستحط اللايك والشيف والسبسكرايب للشان عشان كل جديد لو انت حاب تشغل مع سيبلك تحت لينك حساباتي اصفال فيديو لو انت حاب تحصل على خدمة ميكس وماستر او توزيع او انكان برويجيكتات او فلاتر صوتية او مكاتب في التوزيع الموسيقى كنت تدري تتكلمني تحت اصفال فيديو على انستجرام او فيسبوك او واتساب ونتفق على كل حاجة اناك فيديو النهاردة انا جاءلكم تجربتي مع مايك رود انتي وان ايه طبعا المايك دوت انا بسجل بيه بقالي فترة كبيرة جدا حوالي ممكن سكت سنتين بسجل بيه شروحات وبسجل بيه تراكات وفوكالات برضو فردية بعم بيه مكاتب واشتغلت فيه في حاجة كتير جدا فيه طبعا الناس اللي هي بتفكر مثلا تجيب مايك جديد فهم استوديو كويس جدا اول حاجة لو انت بتاعتك تقدر تستحمل مايك رود انتي وايه وطبعا مايك رود انتي وايه لازم تجيب معك كارت صوت اللي هو عدو انترفيس اللي هو الفوكاس رايت فطبعا انصحك اللي انت تجيب الرود انتي وايه لانه هو هيفيدك جدا ككوالاتي وحارفين في كل شيء اقدر تستخدمه لو انت حابب مسلا تعمل كورناو مثلا تنزل عليها بودكاست او لو انت مسلا حابب تفتح قناها على يوتيوب عادي جدا او لو انت مسلاحب تعمل تركات تتم تكتراكات في فنانين كتر جدا بيستخدموا المايك ده برضو وزا ما انت شايف كواليتي عاملت ازاي برضو هاسيبلك تحت ازفل فيديو حاجات شوية كده مكتطفات او حاجات انا مسجلها بالمايك دوت وحرفين كل حاجة اطلع على قناوتي اتلاقي متسجلها بالمايك دوت اي حاجة انا باشرح عليها هتلاقيني مسجلها على المايك دوت وبعد كده بشتغل عليها على الافل طبعا تجربتي مع المايك كويسة جدا وهتدله عشة من عشة لو انت حابب تجيب مايك في هوم استوديو او حتى استوديو تقدر تبدأ بالرود انتي وان ايه انه هيفيدك جدا كواليتي وحتى الفريكنسيز بتاعته كويسة جدا وتقدر تبحس وتشوف الفريكنسيز بتاعت المايك دوت عاملة ازاي وطبعا انا بقول لك كده من تجربتي مع المايك دوت عشان اشتغلت على اصوات كتير جدا متسجلة بالمايك دوت فشوفت الموضوع كويس جدا وحتى اي حد حرفيا بيجي بيجي يقول لي المايك اللي المفروض اللي انا اشتغل بيه او مايك اللي انت هتنسحني بيه فانا طبعا بقول له الرود انتي وان ايه وكزلك على طول بيروح يجيب المايك دوت وبنبدأ ان احنا نشتغل مع بعض وطبعا بعدها بينصدم من الكواليتي عشان المايك بعد الميكس بتبقى حاجة تانية خالص وفي تراكات كتير جاية جدا ان شاء الله متسجلة بالمايك دوت برضك هتنزل على قناة بلال طارق على قناة بلال طارق كناة اخوية تمام اللي هي بتنزل عليها التراكات الاغاني في حرفيا المايك ده هيفيدك جدا جدا لو انت بتعمل زي ما لطي لك على يوتيوب او انت جيمر مسلا او انت مهني او فنان او بقايا نكلب تعملو حرفيا هتحتاج المايك ده جدا ده مش سبونسر ده بس تجربتي مع المايك فبس كده طبع الشراخات الجاية هتلاقي في فوكالات كتير جدا مسجلها بمسجلها Alimentator لو انت حاس Gabe socioe 그거 بتشتري المايك فاتا هتسمع فوكالات كتيرا جدا او الصوت متسجلها بالمايك دوت واشتغلت على mix في تراكات جديدة وشغل جديد وحتى دلوقتي انت سمع الصوت انا بتكلم منه فبس كده ده كان فيديو ده نواردة حابت انا اقول لكم ارائي في المايك دوت وتجربتي مع المايك دوت فبس كده كان مفيد النهر ده نسيجب ان تضعوا على اللايك والشير والسبسكرايب للشانس ونسألها كل جديد بس كده كان معكم ديجادكم ومقرار ديجدكتو فسلاة